خلافا لما كان متدولا وقع الاختيار على محمد شيع سوداني رئيس وزراء مرتقب للعراق بعد طول انتظار حسم الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري حسم خلافاته والجدل الذي استمر لأسابيع لتسمية رئيس وزراء للعراق بعد انسحاب كتلة الزعيم الصدري التي كانت تعد الكتلة الأكبر في البرلمان الرجل يعتبر من قيادات الصف الثاني ضمن القوى والأطراف المنضوية تحت الإطار التنسيقي وقد فاز بعضوية البرلمان لثلاث دورات متتالية أخيرها انتخابات أكتوبر الماضي عن محافظة بغداد السوداني معروف بأنه المعارض السياسي لنظام الرئيس السابق صدام حسين الذي ظل في العراق ولم يغادرها كما أنه محسوب على زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي وحزب الدعوة رغم استقالته في عام 2019 وذلك عام اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة في العراق حيث طرح اسم محمد شيع السوداني لأول مرة لتولي منصب رئيس الوزراء المنصب الحساس وربما الأهم في البلد هو السلطة التنفيذية ما يمكن وصف التركيبة السياسية والطائفية بالمعقدة والشائكة لكن اسمه كان مرفوضا من قبل الشارع الغاضب والزعيم الصدري وهو ما دفعه في حينها لإعلان استقالته من حزب الدعوة وتأسيسه في وقت لاحق لتيار الفراتين السياسي وبحسب ما يعرف التيار عن نفسه ويعرف بأنه يدعو إلى حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العراقيين وفي هذا الاتجاه لطالما عبر محمد شيع السوداني عن دعمه للإصلاحات الاقتصادية ومحاربة السلاح المنفلت ومحاربة الفساد أما وبعد الاتفاق على اسم رئيس الوزراء يبقى التصويت على منح الثقة في البرلمان مرهونا بالاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقع على عاتقه تكليف الشخصية التي تختارها الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة وهذه معضلة أخرى لا يبدو أن حسمها هو في الوقت القريب مع احتدام الخلاف بين الكرد على منصب رئاسة الجمهورية رغم تجاوز المهلد السورية المتعلقة وبكل الأحوال فإن الطريقة ليس معبدا بالورود أمام رئيس الوزراء القادم فالملفات الساخنة والتحديات الكثيرة في انتظاره لعل من أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة وإيقافة الدخلات الخارجية والتحديات الأمنية وآخرها تلك القادمة من الجانب التركي